بعد مفوضات صعبة أجرها الوفد اللبناني مع الدول الأعضاء وبعد تأجيل التصويت ليوم إضافي عن الموعد الأساسي مدد مجلس الأمن مهمة قوات حفظ السلام في لبنان اليونيفل عاماً واحداً مع تأييد 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت نصت الفقرة 15 على أنه لا يتوجب على اليونيفل طلب تفويد مسبق بالقيام بأي من المهمات الموكلة إليها واليونيفل مسموح لها بالقيام بعملياتها بصورة مستقلة فيما تواصل التنصيق مع الحكومة اللبنانية وهو التعديل الذي نجح لبنان بإدخاله في اللحظات الأخيرة وأبقى القرار على حرية حركة اليونيفل مع تعزيزها والتنديد بأي محاولة لإعاقة حركتها وطالب الحكومة اللبنانية بتسهيل حركة اليونيفل كما أضيفت عبارة جديدة تنص على حق قوات اليونيفل بالقيام بدوريات معلنة وغير معلنة مجلس الأمن جدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان وحض الحكومة الإسرائيلية على التعجيل في زحب جيشها من شمال بلدة الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق مع إزالة كلمة احتلال في النص بطلب من واشنطن كما دانا كل الانتهاكات على الخط الأزرق جواً وبراً داعياً كل الأطراف إلى احترام التزاماتهم الدولية منذوبة لبنان لدى مجلس الأمن جان مراد أكدت أن محاولة لبنان إدخال التعديلات على مشروع قانون التمديد اليونيفل هو من باب الحرص على السيادة اللبنانية موضحة أن قوات اليونيفل لدي حرية الحركة الكاملة لكن بالتنصيق مع الحكومة اللبنانية ولفتت مراد إلى أن الحركة يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه الكوات والاطلاع على مهامها مشيرة إلى أن لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم شمالي كارية الغجر وشطب كلمة خراج بادة الماريه خصوصية واقع الحال وحين أتكلم عن الخصوصية لا يعني ذلك أن هناك أفراد أو مجموعات في لبنان ترفض هذا القرار ومجموعات أخرى ترتضي به الخصوصية هي السيادة في سياق المتصل اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن القرار يؤكد حرية تنقل قوات اليونيفل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة